الفارق مبين ومبين نادي الزمالك في بعض الأوقات مبارا شهدت صلحين صلح محمد إبراهيم على رئيس نادي الزمالك أثناء اللقاء تم طرد كابتن محمد إبراهيم مدير الكورة في نادي الاتحاد السكندري وبعدين تم الصلح وهو خارج كان فيه بعض المناوشات مبين ومبين رئيس نادي الزمالك لكن أثناء اللقاء الحمد لله في صلح مبين الاتنين الصلح الثاني جمع مبين إبراهيم نور الدين ونادي الزمالك أنتو عارفين قيمة المغضوب عليهم من الحكام لإدارة نادي الزمالك كانت تشهد أربع أسماء محمود عشور خرق خلاص من القايمة دايات ورجع ليحكم نادي الزمالك تاني إبراهيم نوردين بعد مباراة النهاردة هو كمان خرج من قيمة المغضوب عليهم من إدارة نادي الزمالك كانت تحكمياً يبقى في القايمة جهات جريشا ومحمود البنة هيشهد الموسم ده بالتأكيد خروج كل الأسماء أكيد يعني لأن كل الأسماء لازم تحكم لكل الناس كل الحكام لازم تحكب لكل الناس النهاردة كان فيه جدل تحكيم حول اللقطة واحدة بس يعني ما غيرتش في سيناريو اللقاء ولا أحداثها ومش هي اللي خلت أودت أفضلية الناد الزمالك عشان ما حدش برضو يتكلم بمنتهى المنطق والحق والواقع يعني والحقيقة الزمالك متفوق من السنة 28 ويدر إنه يحرز هدف عن طريق محمود قهرباء بعد غلطة كبيرة جدا للهاني سليمان وبعد كده يعني داس في الموضوع يوسف بباما بهدف رائع جدا وخلص على الموضوع خلص إبراهيم نور الدين باحتساب ركل الجزاء ليس لها أساس أبدا من ركلة الجزاء ولا في القانون ومحدش أبدا يحسبها غير إبراهيم نور الدين بعد عرقلة أو لمس أو احتكاك أو التحام بسيط جدا جدا في الكرة ما تحسبش على أسره أي خطأ لا هنا ولا هنا لكن اتحسبت ضرب الجزاء وتفاوك نادي الزمالك وخرج بين الشوط الأول متفوق بسلوسية واعتقد دي كانت كفيلة جدا جدا لكن المباراة دي مش ده الخطأ اللي كسب نادي الزمالك لا 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 نادي الزمالك متفوق من الثانية الأولى أو من الضيئة الأولى بهدف مبكر جدا الثانية 28 أو 29 وحتى في الشوط الثاني عن طريق كاسونجو وعن طريق محمد عنطر وفي فرص كمان كانت كفيلة أنها يبقى الهدف أكتر من كده لكن هروح لإبراهيم نور الدين نفسه إبراهيم نور الدين واحد من أفضل حكام اللي كانت موجودة على الساحة الإفريقية واحد كان مرشح أنه يكون أحسن حكم في أفريقيا موهلاته وصفاته كانت تديره ده اللي عمل فيه كده المنظومة من 4 سنين بس أو من 3 سنين بس الراجل ده كان من أحسن الحكام اللي موجودة على الساحة المصرية والإفريقية والعربية رهيم نور الدين من 3-4 سنين كان من أفضل الحكام اللي موجودة على الساحة سواء كان على مسؤال محلي أو الإفريقي أو العربي اللي شفناه النهاردة يعني أعتقد أن الراجل ده عنده ضغوط شديدة جدا لأ لأن أنت فيه دايما اتهامات ودايما سباب ودايما حاجات رسائل بتتبعت لكل الأطراف لكل الناس لكل الناس المسؤولة في المنظومة وده بالتأكيد بيأثر على الحكام وعلى طريقة أداءهم للمباريات أمراهيم نورديني السنلفات تتحكم لناد الزمالك مباراة النصر والزمالك الدور الثاني المباراة كانت سهلة جدا جدا في أحداثها وكان أطراف اللقاء ما بين الزمالك والنصر أساسا يعني النصر كان خلاص هبط للدرجة الثانية وكان الأهل متفرد بالقمة والزمالك بعيد شوية كان الموضوع بين المركز الثاني والثالث ومع ذلك برضو شهدت جدل تحكيمي يعني حتى المباراة السهلة اللي كانت تجمع ما بين الزمالك والنصر السنلفات اللي قدرها إبراهيم نوردين برضو شهدت الجدل تحكيمي إلا متخوني الزاكرة كان فيه واحدة من أسهل اللعبات اللي موجودة أو على أي حكم في الدنيا كلها كويسة سامير بيربط معانا على طول واحدة من أسهل اللعبات اللي موجودة إبراهيم نوردين لكن الراجل مضغوط أنا بقول لكم الراجل ده مضغوط دي ما تحسبتش السنة اللي فاتت بنالتي عشان كانت النتيجة واحد سافر للنصر وكان إبراهيم نوردين مضغوط قبليها بأن هو ما بيشاركش المباراة النادر الزمالي خالص وما بيتمش إسناده لمباراة النادر الزمالي خالص فما حسبش الكرة دايات خطأ تأديري أي ما شفاش ما فيش مشكلة لكن زي ما قلت لكم طول ما انت حاطت الحكام تحت ضغط طول ما انت بتستبعد حكام بعينها لإدارة فريق بعينه ما اعتقدش ان انت هتبقى في نجاح مستمر أبدا ولا فيها عند برضو لازم بتعمل الموضوع بقوة وزكاء في نفس الوقت دي واحدة من اللعبات أنا شايفها السهلة جدا لكن الضغوط اللي بتمارس على الحكام واللي كانت موجودة على الحكام وتحديدا في الرباع اللي كان ما بيحكمش نادل زماليك على مدار سنة مثلا فاتت أو سنة ونص فاته بتخلي دارته للقاءات فيها بعض التوطر شوية وبعض الحسابات شوية اعتقد ان هو دي كانت موجودة النهاردة في اللعبة بتاعت أو كانت موجودة في اللعبة دات السنة الفاتت وكانت موجودة النهاردة في لعبة محمود قهربا فارجعلي يا سبيل لو سمعت الزماليك كسب النهاردة لانه كان يستحق محدش يقول أبدا ان هو كسب بضربة جزاء هي مش ضربة جزاء خالص ما لهاش علاقة بضربة الجزاء أبدا لكن كانت النتيجة 2-0 كان الوضع انتهى يعني هي موتت اللقاء صحيح وانتهت اللقاء صحيح وهبطت من معنويات وروح نادي الاتحاد وكان فيه شك قابليها على طول لقرى الخالد أمر من ضربة ركنية انها ممكن يبقى فيها احتكاك ضربة جزاء لصالح الاتحاد السكندري يعني المحللين الكبار بقى في الاستوديوهات التحلية يقولوا لنا هل هي كانت ضربة جزاء ولا لأ للاتحاد السكندري لكن طبعا بالتأكيد ناس زمالك يعني موت اللقاء من بدل عن طريق هدفين وجاتل ضربة جزاء ما لهاش علاقة أبدا ما لهاش علاقة بالقانون ولا بالأحداث ولا أي حكم في الدنيا يقدر يحسبها أو يتجرى ان هو يحسبها لكن في النهاية حسبت ما محدش أبدا يقول ان الزمالك النهاردة فاز بضربة جزاء وهمية أو غير صحيحة أو ملهاش علاقة بدربات الجزاء على الأموم دي في تتحية الأسبوع التاني